قبل ما أدخل النهاردة كان في الانترو باتكلم على أكرم توفيق وإصابة أكرم توفيق وفكرة أن الناس تتحدث عن الإصابة دي بسبب حماس وإصابة دي بسبب نجيلة ملعب التاتش إصابة دي بسبب تدخل كاربا وراجل نفى الكلام دوت بس دائماً الناس بتدور على سبب اشتغلت مع أكرم توفيق مع فجونا في أمبي الأول فجونا اشتغلت معه كتير يعني اطباع أكرم توفيق هي اطباع حماسية وحسن معلوماتي أنه حتى في التدريب بيبقى كده تدريب زي المطر صح كده ما بيفرقش من التدريب والمطر يعني هو عايز يزبط الكهرابة شوية هو لعيب حماسي قوي ما بيعرفش يهزر لعبه جد قوي حتى ما عملوكه جد قوي بس دي مش يعني دي حاجة حلوة دي مش عيوب بالعكس أنت كموداري بتبقى بتدور عليها طبعاً إنه اللعيب الجدي ده اللي هو ما بيهزرش لو عنده بيلعف أكتر المركز بيقديه بنفس الكفاءة بفندر وباكرايت وفي أي حتة في الملعب هيقدي بنفس الكفاءة ممكن حمسه زايد يعني طبعاً نادرة ما تلاقي الإصابات دي بره محتاج يعني العلم يتطور بشكل كبير جداً حاطب الإصابات إزاي بحمي اللعيب وفيه جهاز موجود في مصر كان الدكتور صلاة عشور بتاع منتخب الإولمبي عنده فيه جهاز الكشف عن الإصابات المبكرة مش طقبلية يعني شوف العضلة دي نفسها ممكن تخونك في وقت تأثر أربطة ففيه العلم تقدم في كل حاجة بالذات في الجزء البدن والجزء الطبي لازم إحنا نبقى كده لازم عندنا التطور دوت ولازم حالة زي أقلم دي تدرس بشكل كويس يعني طبعاً أنا مش عارف أتكلم فيها تبين طبعاً طبياً إيه سبب هل ضعف الأربطة أو ضعف الأضلال هو اللي بيقدي لكده فيه حاجات كتيرة طبعاً خاصة الإصابة مش في نفس القدم يعني مش نقول إن هي تكرر إصابة الإصابة القديمة كانت في قدمه اليمنى أو رجبته اليمنى الإصابة الجيدة في رجبته اليسرى للأسف يعني يبقى ده يعني حماس برضو فيه حاجة لازم تدرس لازم تتحل بشكل كويس جداً لكن هو تمرينه زي مطسون يعني ما فيش مثلاً ده تمرين هادي لأ هو طريقة لعبه وأداءه كده زي حصف حسن وبريب حسن فيه لعبة كتيرة كده بالشكل دوت المدرب بيحب اللعبة دي عظيم جداً